موسيقى أسبعة بتوقيت الجزائر موجز لأهم الأنباء أهلا بكم قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية رح ضحيتها تسعة وستون شهيدا ومئة وعشرة جرحة ووزارة الصحة في بيان لها الخميس أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى واحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة وواحد واربعين شهيد وأكثر من ثلاثة وسبعين ألف جريح منذ السابع أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم استشهد ووصب عشرة الفلسطينيين مساء أمس الخميس في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني باستهدافها تجمعا للمواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية وقالت وكرة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا جراء قصف لمدفعية الاحتلال الصهيوني وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيرة أثرأ انتظار حجد من المواطنين وصول مساعدات غذائية وإغاثية بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة وأفادت مصادر طبية بمستشفى الشفاء الطبي وصول جثامين أربعة عشر شهيدا بالإضافة إلى مئة وخمسين جريح على الأقل اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة مخيم الفارع شمالي ضفة الغربية وسط اندلاع شبكات مسلحة مع فلسطينيين ونقلت وكلة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن جرافات عسكرية رافقت القوى الصهيونية شاركت في تدمير البنية التحتية أشاروا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة وإلى سماع أصوات انفجارات بين الحين والآخر طلب الاتحاد الأوروبي الاتحاء الاحتلال قول الإسرائيلي بفتح معابر إضافية إلى جانب الممر البحري من قبرص حتى يتسنى وصول مساعدات أكبر أو مساعدات أكبر إلى داخل قطاع غسح جددت الجزائر تنديدها بالإبادة الجماعية الممنهجة من قبل الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وأكد المندوب الدائم لجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجينيف رشيد بلادهان خلال الدورة التاسعة وثمانين للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين أكد أن الجزائر تجدد نداءها للمجتمع الدولي كي يضغط ويرغم الاحتلال على احترام مبادئ القانون الدولي قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي لسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانين مواطنا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطع غزة في السابع أكتوبر الماضي وأوضحت الهيئة ونادي لسير في بيان المشترك الخميس أن هذه الحصيلة تشمل منجر اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجز كرهائم المصدر ذاته أضف أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ يوم أمس عشرين فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية ضمنهم أسرى سابقون ختم الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم التواصل معنا عبر المنصات الظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة